السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا توضع المعتسل ثم أفاضلنا علزمه تعافل أعضاء وضوء إذا ترضع المعتسل بنية أن هذا عن غصر فإنه لا يزمه على ما غسله من الأعضاء وكذلك لو أنه ارتسل غسل جميع بدنه مثل أنه غمس في بركة فإنه يكفي أنه لا بد أن يتمضمر ويستنش ما دليل هذه الصفة دليل هذه الصفة الأخيرة الأخيرة دليلها قوله تعالى وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا بعد أن ذكر الوضو قال وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وَلَمْ يَرْكُسُوا ذَلِك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يرتسل به قال خذ هذا أفلغه على نفسه والحديث الطويل في البخاري عن عمران المحصير رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين وصلنا النبي عليه أصحابه ورأى رجلا معتزلا لن يصلي في القوم قال ما منعك قال عصبتني جمابته ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جئ بالماء وتوقع الناس وضق منه بقية فأعطاه هذا الرجل وقال خذ هذا أفلغه على نفسه ولم يبي له وقال خذ هذا أفلغه على نفسه ولم يبي له الوضوء لو كان الوضوء واجبا لبين لأنه لا يمكن أن يأخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة نعم